موسيقى أهلا وسهلا بكم مشاهدي كرام وحياكم الله معنا في صباح متجدد من صباحات الشرقية وصباح جميل يحمل لنا كل خير وأمل وأهداف محققة بإذن الله لكم مشاهدينا ولنا وصباح السعادة والأمل والتفاؤل وصباحك خير ياقوب صباح النور يا مريم وكيد أصبح بالخير على مشاهدينا صباحكم مشاهدينا بروح مليئة بالتفاؤل والابتسامة والسعادة والتفاؤل دائما وأبدا مشاهدينا نبدأ صباحنا معكم كما عودناكم بملخص سريع لهم فقرات وعناوين برنامجنا لهذا الصباح شابة إماراتية تبتكر طائرة بدون طيار لمكافحة الحرائق عقل الرجل والمرأة والفروقات بينهما الحابول حاضرا في المزارع رغم تطور الزمن طبعا هذه أهم العناوين اللي راح نتناولها ان شاء الله في صباحنا لهذا اليوم وننتقل مع مشاهدي نتعرف على أخبارنا الصباحية في هذا الصباح للإمارة الباسمة ودولة الإمارات بشكل عام نبدأ عندك ياقوب نعم نبدأ معكم مشاهدينا الكرام فقرة الأخبار من صحيفة الخليج الخبر الأول بعنوان مشاهدينا الكرام سلطان بن محمد يشيد باهتمام القيادة الرشيدة بشهر الابتكار أشهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولعهد ونائب حاكم الشارقة بدعم ورعاية صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد أنهيان رئيس الدولة حفظه الله لفعاليات شهر الابتكار الذي يقام في مختلف إمارات الدولة وقال سموه أن مسيرة الابتكار في إمارة الشارقة مستمرة في مختلف نواحي الحياة بفضل الدعم اللامحدود والمتابع الشخصية لصحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس على حاكم إمارة الشارقة ورعاية سموه لمختلف الفعاليات ولمسيرة المعرفة والتطور والبحث العلمي ولمنظومة الابتكار في إمارة الشارقة حيث أنشأ سموها المجمعات المتخصصة جنبا إلى جنب مع المؤسسات التعليمية دعما لريادة العلم والتعليم في إمارة الشارقة لتكون إمارة الشارقة في شهر الابتكار مختلفة ومميزة في كل عام يعني جميل شهر الابتكار الذي يقام في دولة الإمارات العربية المتحدة نشوف مختلف الأنشطة والفعاليات في شهر الابتكار سواء في دولة الإمارات بشكل عام أو إمارة الشارقة والدعم التي توليها القيادة الرشيدة لشهر الابتكار والشباب ونشاهد الشباب هم الاستثمار الحقيقي لدولة الإمارات العربية والمتحدة ولهم إبداعات كثيرة في شهر الابتكارات ونشاهد ابتكارات واختراعات كبيرة في هذا المجال مريم نعم حقيقة نحن الآن نعمل ليس فقط لعمل روتيني معين إنما نعمل لننجز لنبدع لنبتكر ليس فقط كعمل ممكن نقوم فيه وننتهي إنما وصلت مرحلة العمل إلى الإنجاز والابتكار في دولة الإمارات فدائما في الصباح أي شخص منتجه لعمل دائما يستلهم الابتكار والإنجاز حتى نهاية اليوم يشعر بالسعادة أنه أندز ابتكار شيء على الأقل لو في مجال روتين عمل ممكن يعمل بطريقة مختلفة عن شكل عام عن الروتين أو بشكل عام كيف كان يقدم عمله يوميا نعم بشكل عام الابتكار يحظى بدعم كبير مثل ما ذكر في دولة الإمارات العربية المتحدة واليوم عندنا ضيفة في ابتكارة التي هي طيارة بدون الطيار سنطرق إن شاء الله لهذا الموضوع من خلال الحلقة الخبر الثاني مشاهدين الكرام أيضا من صحيفة الخليج تحويل 816 مستفيدة من قروض السكن إلى فئة المنح اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أمس خلال اجتماعه الأسبوعي برأسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولعهد وناب حاكم الشارقة رئيس المجلس القائمة الأولى للمستفيدين من تحويل قرار الدعم السكني من فئة القروض إلى فئة المنح وعددهم 816 شخصا وجاء الاعتماد تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أضو المجلس على حاكم إمارة الشارقة برفع سقف استحقاق المساعدات السكنية لفئة المنح لمن كان دخله الشهري يقل عن 25 ألف درهم وذلك في إطار حرص سموه على توفير أعلى درجات الرفاهية والعيش الكريم لأهالي إمارة الشارقة واستعرض المجلس التنفيذي خلال الاجتماع الذي عقد في مكتب سمو الحاكم وبعد تصديقه على محضر اجتماع الجلسة السابقة عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمال جلسته والتي تتعلق بشؤون إمارة الشارقة المختلفة جميل هذه مكروم من صاحب سمو حاكم الشارقة بتحويل فئة القروض إلى فئة المنح التي تقل رواتبهم عن 25 ألف هذا يعزز الترابط الإساري بشكل كبير للعيش الكريم في إمارة الشارقة وهذا ما الذي يحرص عليه صاحب سمو حاكم الشارقة دائما في إمارة الشارقة لتوفير كل الخدمات لتوفير كل الدعم المادي والمعنوي لسكان إمارة الشارقة هذا الخبر أيضا يدل أن صاحب سمو حريص على دراسة تفاصيل حياة المواطن في إمارة الشارقة من خلال هذه المبادرات اللي نراها دائما من فترة وفترة تخدم صالح المواطن والحياة الكريمة مثل ما ذكرت يا عقوب وتفاصيل حياة هذا المواطن فما أعتقد في حكومة دائما تبحث في تفاصيل عيش المواطن أو سكان الدولة بشكل دقيق حقيقة فهذه المكرمات تأتي من خلال دراسة صاحب السمو لحياتهم بتفاصيل حياتهم حتى تتوافر لهم كل سبل الحياة الكريمة الكريمة نعم هذه كانت أخبارنا من صحيفة الخليج مشاهدين الكرام ننتقل إلى صحيفة الاتحاد والأخبار الصباحية لإمارة الشارقة شرطة الشارقة تناقش استحداث وحدة للوقاية من الجريمة ترأس لواء سيفة زري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة الاجتماع الأول للجنة العليا الدائمة لشرطة الشارقة لعام 2019 الذي عقد بقاعة شهداء الإمارات بمقر القيادة والذي استعرض سياسة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي ودورها المؤثر في نشر التوعية والثقافة الأمنية كما نقش الاجتماع والذي حضره العميد عبدالنبارك بن عامر نائب القائد العام والمديرون العامون ومديرو الإدارات وأعضاء اللجنة بالقيادة باستفادة الدراسة المقدمة بشأن استحداث وحدة تنظيمية للوقاية من الجريمة والتي تتفق مع رؤية وزارة الداخلية في أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة وأفسح الاجتماع مساحة رحبة في جدول أعماله لمناقشة الخطط والمبادرات التي ستقوم بها القيادة لشرطة الشارقة بشكل عام خلال عام التسامح نعم هذه أيضا من المبادرات الجميلة حقيقة ودقة وزارة الداخلية في إبعاد الجرائم وتوفير حياة آمنة لسكان الإمارة من خلال استحداث وحدة للوقاية من الجريمة حتى يصير الأمر أكثر مقنن بطريقة أدق ويكون هناك حرص أكثر على إبعاد الجريمة من حياتنا بشكل عام والحمد لله نرى من المبادرات السابقة لوزارة الداخلية أن نسبة الأمن والأمان على مستوى المنطقة الشرقية نتحدث أنها وصلت لنسبة 96% هذه النسبة أعتقد ليس بالهينة أن نقول اليوم وصلنا للمرحلة نحن ننام وبلدنا مفتوحة أبوابنا مفتوحة هذا يعني من نسبة الأمن والأمان والسلامة عندنا كبيرة فأيضا وجود هذه الوحدات أكيد هذه نتائج لجهود وزارة الداخلية لتوفير الأمن والسلامة والعيش الكريم لسكان الإمارة نعم يعني وزارة الداخلية دائما لها مبادرات كثيرة في مجال الوقاية من الجريمة وغيرها من المبادرات فمثل ما ذكرت مريم الحمد لله نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نعيش بأمن وأمان واستقرار أمني كبير بفضل القيادة الرشيدة بفضل وزارة الداخلية من خلال هذه المبادرات ومثل هذه المبادرات مهمة جدا للوقاية من بعض الجرائم التي ممكن أن تحصل وتكون في مراقبة بشكل عام خصوصا على برامج التواصل الاجتماعي والإنترنت بسبب استخدام فئات كبيرة من المجتمع لهذه الوسائل بشكل عام فلابد أن يكون في مثل المراقبة لهذه البرامج التواصل طبعا دولة الإمارات هي عاصمة عالمية للتسامح والتعايش الحضاري فبالتالي لا بد أن يكون مع وجود 200 جنسية في دولة الإمارات لا بد أن يكون في نسبة للأمن والأمان وأكيد هذه الجنسيات لا ستتوافد في هذه الدولة إلا إذا رأت أن هناك عيش آمن وسليم في هذه الدولة فبالتالي نرى هذا الإقبال على دولة الإمارات أيضا ننتقل إلى خبر آخر في صحيفة الاتحاد إيقاعات من الحياة على مسرح القصبة أعلنت القصبة الوجهة الثقافية والسياحية العائلية الأبرز في إمارة الشارقة عن استضافتها للعروض المسرحية الموسيقية إيقاعات من الحياة بالتعاون مع Event Factory على مسرح القصبة ابتداء من فبراير حتى إبريل 2019 ليقدم للجمهور باقة مميزة من العروض الآسرة والإيقاعات الموسيقية الملهمة التي تحتفي بثقافات العالم عبر تقديم سلسلة من العروض الموسيقية والفلكلورية المتفردة وينتقل جمهور القصبة مع فناني الاستعراض والممثلين في رحلة بين الفلكلور وثقافات أجمل أماكن الشرق الأوسط والهند والولايات المتحدة واسبانيا وإيطاليا والمجر على إيقاع الموسيقى والأزياء المفعمة بالألوان الزاهية من حول العالم ليعيشوا لحظات مميزة وتجربة جديدة كليا ملئا بالاستكشافات الجديدة وسط أجواء احتفالية تلبي أذواق جميع زوار ومقيم إمارة الشارقة القصبة هي الوجهة الثقافية حقيقة في إمارة الشارقة التي دائما نرى فيها مختلف الفعاليات الثقافية الفنية يعني ما يظهر الفعاليات المهمة حقيقة تقام في هذه الوجهة لأنها دائما تجمع مختلف الثقافات في هذا المكان وهو بنفس الوقت هي جهة متنفس للجمهور ممكن مع وجود الخدمات الموجودة في هذا المكان وهي أيضا معلم جميل في إمارة الشارقة فتقدم القصبة مختلف العروض الثقافية من أحد هذه العروض هذا هو العرض لإقاعات من الحياة هي عبارة عن موسيقى جميلة بألوان مختلفة بثقافات مختلفة من دول مختلفة ستعرض في القصبة بوقت معين تقريبا في السبت وفي يوم السبت 16 فبراير و30 مارس و27 أبرل عند ساعة سابعة ونصف مساء ستكون إن شاء الله هناك باقات رائعة تشمل تذاكر للحفلة وأيضا العصار والمقبلات اللذيذة ووجبات العشاء لما ذكرنا فيه خدمات أيضا في القصبة فبالتالي هذه من الأنشطة الجميلة التي تقاوم في هذا المعلم الثقافي في إمارة الشارقة ومنها تكون أيضا متنفس لزوار هذه المنطقة حيث أنهم يستمتعون بالموسيقى وبحد ذاته الفني عبوب الموسيقى هو نوع من أنواع التواصل واللغات التواصل بين الشعوب فمع وجود هذه الأنشطة في هذا المعلم السياحي الجميل في إمارة الشارقة أكيد ستكون فعالية على مستوى علي بإذن الله أكيد ومنطقة القصبة من المناطق السياحية عموما في إمارة الشارقة ونشوف قبال كبير من أفراد المجتمع مثل ما ذكرت هي متنفس لأفراد المجتمع والعوائل بشكل عام صحيح نعم طبعا مشاهدين كانت هذه جملة من الأخبار المحلية للصحف دولة الإمارات لهذا الصباح والآن ننتقل نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة في المنطقة الشرقية وباقي مدن دولتنا لهذا الصباح بقو مانا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لهذا الصباح في بداية كل حلقة مشاهدين الكرام يكون عندنا موضوع النقاش اليوم موضوعنا اتوقع مريم رح يكون فيه شيق ممكن يكون فيه جدال بينه وبينك صحيح دائما المواضيع اللي يعني يكون فيها المرأة والرجل يصير فيه نقاش حادم بينه وبين ياقوب اليوم نتكلم عن الاختلاف في التفكير بين الرجل والمرأة والميول وأيضا إلى ميول المرأة والرجل إلى أهداف والرغبة في تحقيقها هل لها علاقة بالتربية المرأة بطبيعة الحال الجميع يرى أن المرأة يمكن تفكيرها قد يدخل فيه نوع من العاطفة لأن المرأة يعني ممكن نقول بشكل كبير عاطفية أكثر من الرجل ولكن الرجل يفكر دائما بطريقة عقلانية بطريقة ممكن أكثر موضوعية موضوعية نعم فيمكن هذا الاختلاف بين المرأة والرجل لكن ببينها لما أني إلى وضع الأهداف والرغبة في تحقيق الأهداف أعتقد هذا يدخل من ناحية أن المرأة والرجل بحاداتهم يعني هذا إنسان وهذا إنسان وكل إنسان يطمح للأفضل وإلى بناء حياة وتحقيق رغبات في الحياة فما أعتقد أن يكون فيه اختلاف بين المرأة والرجل باستثناء في شواهد في الواقع أن هذه الشواهد تقول أن المرأة بشكل عام تصل إلى مرات ومستويات عالية وبأسرع وقت أكثر من الرجل حقيقة والشواهد على هذه الأشياء أنت عارف منها يا أقوم ما شاء الله أن المرأة الإماراتية يعني على سبيل المثال إذا نتكلم عنها وصلت إلى مستوى الوزيرة إلى الدكتورة المهندسة ما فيه مجال دخل فيه الرجل إلا ما دخلت فيه المرأة هذا أيضا من جانب تحقيق الرغبات والأهداف فبوقت قصير يعني حتى سميه دولي أعطي مجالي أقوم بدافع لا لا أخلي راحتك كمني أستاذة ورير ما بخلصي أقوم لا لا أخلي راحتك أنا راحتك فالمرأة حقيقة في تحقيق الأهداف عندها طموح قوي وقوي كثير يعني ممكن يكسر الصخر ما أبالف هذا الشيء لأن عندما تضع هدف أمامها راحت حقيقة راحت حقيقة عكس الرجل اللي ممكن مع الأيام قد يقف النقطة معينة المرأة ما تقف ما تقف جميل إن شاء الله عليها المرأة نزيل فبننا يعني ما أظلم الرجل ولكن بالحالتين الرجل والمرأة عندهم الكثير من الطموح لكن أنا بالنسبة لي ممكن المرأة أكثر طموحا يعني عندها صبر أكثر في تحقيق الأهداف المرأة دائما عندها الصبر الكثير وسبحان الله هذه فطرة في المرأة الله فطر المرأة أنها تكون عندها صبر الكثير حتى أنها تنجب جيل تربي جيل الرجل ممكن صبره قليل نسمع راياكم يمكن جميل بشكل عام يعني مثل ما ذكرتي يعني هذه المقدمة الطويلة عن المرأة وهي فعلا يعني المرأة أثبت جدارتها في كل المجالات خصوصا في دولة الإمارات العربية المتحدة بالدعم الذي تحظى به المرأة من القيادة الرشيدة لكن الفرق بين الرجل والمرأة مثل ما ذكرتي أيضا أن المرأة ممكن تكون عاطفية أكثر عن الرجل الرجل ممكن يكون موضوعي وعقلاني أكثر من المرأة فأتوقع هذا السبب رئيسي أن في تحقيق الأهداف أن يكون الرجل هو الأكثر إنجازا في مجال الأهداف في حياة لأنه موضوعي عقلاني ما يتصف مثلا ويتخذ قراراتها وأهدافها بحيث العاطفة العقل الأكثر ممكن يكون يتركز في الرجل بحيث أن الرجل دائما عقلاني يتخذ قراراته يتخذ أهدافه يحل مشاكله بواقعية بموضوعية بعقلانية لكن المرأة ممكن في بعض الأحيان تتخذ قرارها بناءًا عن العاطفة هذا ممكن شيء يختلف في الرجل والمرأة فأتوقع في هذا الجانب ممكن الرجل يكون أكثر نجاحاً وإنجازاً في هذا الجانب نحن أكيد أن أتقبل الإختلاف وعلى هذا الأساس ستكون إن شاء الله لدينا ضيفة في الحلقة ونحن أيضاً نخوض بكثير من التفاصيل لكن بالنهاية المرأة والرجل أكيد يسعون دائماً لتحقيق أهدافهم ورغباتهم خصوصاً في دولة الإمارات دائماً نسعى إلى التميز والارتكار والوصول إلى المرحلة أو إلى الرقم واحد نعم نقدر نخلص ألحين مريم؟ نعم نقدر نخلص ونطلع فاصل نعم إذا مشاهدنا فاصل قصير ثم نعود أبقوا معنا رجعنا لكم مشاهدي الكرام بعد هذا الفاصل نستكمل معكم برنامو الصباح الشرقي التطور في مجال التعليم في المدارس والجامعات وتوفير بيئة خصبة للابتكار في الإمارات أعطى أبناء الإمارات مساحة واسعة للإبداع في مختلف المجالات في فقرتنا الصباحية اليوم معنا أحدى الشابات الإماراتيات المبدعات ابتكرت طائرة من دون طيار لمكافحة الحرائق نصبح بالخير على المبدعة من مدينة كلباه شوق محمد شوق صبحت الله بخير صباح الخير شوق يا مرحبا سيلا فيك صباح النور ماشاء الله اليوم الإبداع والابتكار موجود عندنا في صباح الشرقية نعم يعقوب هذا أكبر مثال أن المرأة الإماراتية ماشاء الله عليها عندها قوة في الرغبة للوصول إلى أهدافها هذا ردنا على موضوع الحلقة اليوم تعزيز لموضوع الحلقة بالنسبة للمرأة تعزيز ورد مباشر من ضيفة عندنا في الصباح أنا أعتقد أنتم متفقين عليها في فريق برنام الصباح الشرقية أنت والمعدة سمية ممكن متفقين على هذا الموضوع هذا حضور المرأة الإماراتية طاغية في كل مكان أكيد طبعا لكن بشكل عام الرجل أيضا له دور كبير نعم ولكن لا ننسى شوق يعقوب طبعا شوق صباح الخير ونصبحت من يديد ماشاء الله اختراع جميل اليوم عندنا في صباح الشرق يمكن مشاهدين أيضا يتابعون معنا هذه الطيارة بدون طيار كيف ابتكرت هذا الابتكار الجميل شوق أكيد من خلف هذا الابتكار فيه إبداع وفيه عقل شغال عقل نظيف ماشاء الله أولا كنت أبقى أشارك مسابقات بالعلم الفاكري يعني كنت أبقى أبتكر شيء فيأتني فكرة أني أسوي طيارة بدون طيار لمكافحة الحرائق أني أساعد رجال لطفاء حلو لأننا ودي عانون صراحة ساعات في الأماكن الضيجة الأماكن المرتفعة فهالفكرة ما يأتني على طول هن كانوا أربع أفكار هاي هي رابع فكرة حلو فطورت وطورتها أفكار كثيرة وهذه من ضمن الأفكار التي طبقتها ولكن هناك أفكار كبيرة أو كثيرة ممكن أن تبقينها في المرات القادمة نعم نتكلم عن مكونات الطيارة بشكل عام شوك الطيارة تحتها بيكون فيه قاذف وبيكون داخل القاذف كرات أطفاء هالكرات مجرد ما نرميها على النار تنفجر وطف في النار في نس القنابل فبيكون تحت فيه كاميرا فيه كاميرا يستعملونها الرجال الأطفاء تصور تشوف أماكن الدخان للتوجيه يعني هي تصور الأمكان تصور كل الزوايا بعد وبيكون فيه تحت بيكون التصويب بالليزر وبيكون فيها جي بي أس الطيارة ومن جهاز التحكم أنا بتحكم بالطيارة جميل يعني فيها كذا جهاز مربوط في هذه الطيارة مثلاً اللي هو جهاز الملاحة حتى يستدلون على المكان وجهاز تصوير وجهاز أيضاً تحكم حتى يتحكم رجل الأطفاء بهذه الطيارة والطيارة بتكون مصنعة بالكاربون فايبر لأنه هو الوحيد اللي يتحمل درجة حرارة عالية جميل حلوة الخصائص المختصة فيها الطيارة يعني حتى الأشياء الدقيقة فكرت فيها شوق أنه يكون من المادة معينة ما تتأثر بالحرارة نعم أو حتى الجهاز اللي صوبت شاعة أتوقع الجهاز التحكم هذا لا حالياً هذا بس بروتوتيب هذا بس عشان أوصل الفكرة للحلو طيب شوق يعني شو اللي خلاتش تبتكرين هذه هل أن ملامستش اللي جوانب الحياة وأنه شفتي فعلاً ممكن هم يحتاجون طيارة بدون طيار للتحكم عن بعد بالنسبة للحرائق يعني على هل أساس ابتكرتي هذه الطيارة هاي لأن أنا كذا مرة رحت الدفاع المدني وخذت محاضرات عن الطفايات لأنها ما في طفاية وحدة فيه ممكن أربع ولا خمس ومو بكل الحرائق نستعمل لها باودر ومو بكلها ماي وقال لي اللي يعطاني المحاضرة أنه ساعاتي عانون عشان بس يطفون المدخل ساعدوتي يعني مثلا عطوني محاضرات نعم عطوتي مثلا ممكن أشياء تساعدت في صناعة الطيارة نعم جميل إنزين نتكلمنا في بداية الحلقة أنا ومريم أن ندعم القيادة الرشيدة دعم أصحاب السمولي المرأة في كل المجالات إنزين هذا يعني ما نختلف في هذا الشيء لكن منو شجعك دائما على هذا الابتكار أو الابتكارات الأخرى اللي ممكن مثل ما ذكرتي أنه كانت فيه أربعة أفكار عندك منو شجعك بشكل مباشر على هذا الابتكار أنا لما اشتغلت بطيارة كنت في ثانوية عامة في المدرسة فالشيخ خيثة ما قصروا إياي أبدا وفر لي الطيارة وموجه للتحية نعم وكل الدعم وخوالي أبدا ما قصروا إياي وأمي وأبوي أبدا يعني ما قصروا إياي كانوا واقفين إياي ويساعدوني في كل شيء جميل وش اللي خلاتش تبتكرين شيء وتقدمين للمجتمع نعتبر هذه مبادرة مجتمعية ذكية من شوق أيضا تخدمين جهة معينة تقدم خدمات للمجتمع لحمايته وأمن سلامة المجتمع الدولة ما قصرت بيانا الصراحة فهذا شوية بحق الدولة إن شاء الله بنخدمهم بأشياء أحسن وفضل إن شاء الله بإذن الله نزع نرجع شوية للطيارة نتكلم عن الوزن اللي ممكن تشلها هذه الطيارة في وزن معين حطيتي لها شوق هالطيارة تشل من 5 إلى 7 كيلوغرام من 5 إلى 7 كيلوغرام بس هاي مثل ما قلت لك هاي بروتوتيب أنا بصنع طيار أكبر في الحجم بيكون فيه أكثر من قاذف هاي فكرة مبدئية للمشروع بشكل عام بالنسبة للكرات اللي موجودة في الجهاز تحت اللي هي تساعد على إطفاء الحرائق هذه الكرات هل أنت مبتكرتينها أو هي قدمت لك من الدفاع المدني أن حتى تساعد على إطفاء الحرائق الكرة أصلا يعتني كان يوم شفتها كان واحد تايلندي أظن مدري ياباني مختر عنها فحاليا هي مبمرخصة في الإمارات لكن لما صرت الدفاع المدني قالوا لي يستعملون كابسولات بس تتصنع على شكل كوار عادي وانتي صنعتها ما صنعتها لحدها انتي خذت الجهازة أنا ما جربتها ما جربتها ما قدرت توفرها أصلا لازم جهة توفر ليها حتى القاذف لكن الفكرة موجودة هي بس مجرد أن تعبأ بهذه الكرات جميل نتكلم عن المسافات انتي ما جربت هذه الكراتي لكن ممكن أن تخوض في مسافة كم تقريبا؟ الطيارة اللي بنصنحها إن شاء الله لأنه أردي تكرمت في دبي من الدفاع المدني ونشتغل إن شاء الله على الطيارة وما شاء الله في الأخبار وفي واقع التواصل الاجتماعي انتشر الخبر ما شاء الله كارموني الدفاع المدني دبي نعم وبوظبي وقالوا أن يشتغلون معي على الطيارة ويا بولي مدير الشركة ومنصنعت طيارة غيرها ويتكون كلها كاربون فايبر حلو يعني أكيد بتروح لمسافات عالية وماكن ما حد يكتر يوصح نستمت الشركين معاهم أن أيضا الدعمين هذا الجهازة وهذا الاختراع لما أنه يتم تبنيه من جهة معينة يعني جميل نتكلم شو حبت طورين مثلا في هذا المشروع وخلاص أنت أساسا بديتي في المشروع هذا مع الجهات المختصة بعدني ما بديت لحد الآن لكن أردي تناقشنا بهالموضوع حتى أعلنوا اسم الشركة أظن اسمها نافكو هي اللي بتشتغل إياي عشان بتطوير هذا المشروع نتكلم عن الشباب الإماراتي اللي يقدم طموحه وابتكاراته لخدمة المجتمع الجميل في شوق أنه ذكرت أنه في عندها أفكار كثيرة في مجال الإبتكار يعني هذه أحد النتاج أفكار شوق بالنسبة للأفكار الأخرى هل راح تشتغلين عليها أيضا أن تقدمين إبتكار جديد يخدم مجتمع دولة الإمارات إن شاء الله ليش لأن حتى مؤسسة الإمارات ما قصرتوا إياي الصراحة ورح نبدأ إن شاء الله بسبوع الإبتكار إن شاء الله إن شاء الله بكوني ممكن بعد موجودة في معرض بعلوم نفكر لأن بفضلهم الصراحة أنا وصلت لها المعارض وما قصروا إياي مؤسسة الإمارات وفور لي الدعم كله أنت ليوم ما شاء الله لابست شعارهم هل هم أيضا عطوتي دعموتي في هذا المجال يعني هل هم سحلولك الطريق حتى أن أنت تخترعين مثل هذه الأجهزة أنا شاركت في معرض بالنفكر اللي هو تابع لمؤسسة الإمارات وفست المركز الثاني على الدولة بالمشروع هذا جميل إن زين شهر الإبتكار على الأبواب مثل ما ذكرت ماريام يعنينا رح نشوف فعاليات كثيرة في مجال الإبتكار رح نشوف أنشطة التظاهرات في هذا الجانب رح تشاركين في هذا الشهر في معارض أو حتى أنشطة أو فعاليات أو حتى ممكن تعرضين المشروع هذا مرة أخرى على جهة ما أو في معرض ما إن شاء الله لحد الحين أنا عرضتها في معرضين أسبوع بضبئة الاستدامة ومعرض بالعلوم يفكر وإن شاء الله إذا في معارض يايا ولا فرص يايا إن شاء الله إن شاء الله جميل شو يعني لكم شهر الإبتكار خصوصا أنت مثلا في هذا المجال في مجال الإبتكار والإبداع والاختراع بشكل عام هذا الشهر شو يعني لكم أنتم كمختارعين الصراحة يوم مثلا اللي أصغر مننا يشوفون قاعدين إن ابتكر يحمسهم إنهم يشتغلون من باب تحفيز من باب تحفيز حتى يمكن أصدقائك المجتمع حاولت لما يشوف أن أنت ما شاء الله بهذا العمر الصغير لكن تقدمين ابتكار جميل أعتقد الأسئلة دائما تكون حاولت أن الناس تسألت كيف اختراعتي كيف فكرت تخترعين شو تشوفين ردود أفعال لأصدقائك حاولت أنت ملهمة بالنسبة لهم في مجال الابتكار الصراحة لما شاركت في معرض أبوظبيل الاستدامة وعيد ناس كانوا مصدومين أنت كيف كيف عمرت و سويت هذا الشيء حسبا لما أنا في الجامعة صحيح لأننا ما شاء الله لما نشوف هذا مش بالغريب على دولة الإمارات يمكننا حتى نشوف رأة الفضاء الأصغر رأة فضاء في دولة الإمارات ستخوض هذه التجربة ستروح للفضاء أيضا لدينا الكثير من الفتيات الصغار حقيقة يقدمون ابتكارات يقدمون أشياء مذهلة في مجال التكنولوجيا فهذا ليس بالغريب على المرأة الإماراتية صح أكيد أكيد نعم شفي المرأة الإماراتية يعني دائما منجزة في مجالات كثيرة يعني والدليل يعني عسى بكون منصف مريم نشوف في مجال الاختراع ونشوف في مجال الإعلام يعني دائما المرأة الإماراتية لها بصمة في كل المجالات أو حتى التخصص الجامعي اللي ممكن أن تدرسينا في المستقبل لحد الحين محترى بين هندسة إلكترونية أو ميكانيكية فبعدني ما قررت المجالين يعني يخدمون مجال الابتكار الإلكترونية والميكانيكية نعم بتوفيق شوق وطبعا التخصصين بحد ذاتهم مش أي شخص يقدر يدخل هذا التخصص محتاج شخص ما شاء الله ذكي عقل نظيف حتى أن يقدم مثل هذه الاختراعات وأنت قادرة على تقديم كل ما هو مميز بالنسبة للتخصص اللي ستدخلين فيه أو حتى في خدمة مجتمعك اليوم نحن فخورين بوجود معنا في صباح الشرقية ونتمناش إن شاء الله التوفيق وبانتظار اختراعاتك القادمة بإذن الله وراح نستضيفك مرة ثانية نشوف اختراعاتك القادمة إن شاء الله توعدين بهذا الشيء إن شاء الله شكرا شوق الله يوفقك إن شاء الله إذن مشاهديا بعد المبدعة شوق ننتقل إلى فاصل قصير ثم نعود ونقوم على نصبح عليكم من يديد مشاهدي الكرام وحياكم الله معنا في صباح الشرقية تختلف طبيعة عقل الرجل والمرأة وتختلف معهما طرق تعامل كل منهما مع المواقف والأحداث في الحياة ويحدث انسجام وتوازن مع مختلف الأطراف لبناء علاقات أسرية قوية وتقوية أساليب التواصل الإيجابي حول هذا الموضوع راح تكون معنا مدربة التنمية الذاتية لأستاذ عبير أحمد ناصف نصبح لك بالخير أستاذ عبير يا مرحبا سهلا فيك صباح الخير وراح فيك في بناء صباح الشرقية صباح طبعا سيكون شيخ بإذن الله يأكد طبعا وتحدثنا أتوقع في بداية الحلقة أنا مريم عن بعض الفروقات ممكن بين الرجل والمرأة وميول كل منهما وحتى الأهداف في طريقة الأهداف أستاذ عبير أحمد نصفة طبعا أكيد نتكلم شو الفروقات في البداية بين الرجل والمرأة في الجانب العقلي تمام خلينا بس ننوي الحاجة المهمة أوي الأول أن إمكانيات العقل بالنسبة للرجل والمرأة كإمكانيات واحدة متساوية متساوية هذا النقطة لأنك تركز متساوية لكن لما نتكلم النهاردة عن بعض الفروق أو بعض الاختلافات بتكون في حاجات معينة أو نقطة معينة يعني مثلا المرأة عندنا فصين العقل من قسم إلى فصين فص أيمن فص أيسر فص أيمن المسؤول عن المشاعر والحب والخيال والرسم والسور والحاجات التي هي الخفيفة فص أيسر بيكون مسؤول عن الأرقام الحسابات التفسير التحليل المنطقة السليم والذاكرة توقع يعني نتكلم برضو على موضوع الزاكرة دلوقتي فبيكون مسؤول على التحليل والتخطيط والحاجات التي هي عملية شوية تمام هو المفروض في الغالب في الغالب أن ست غالبا بتستخدم الفص الأيسر أكتر الأيمن عفوا أكتر من الأيسر لكن مؤخرا في آخر سنتين أو ثلاث سنوات أنا دايما أشرح الجزء في بداية كل محاضراتي فلاحظت حاجة غريبة لاحظت الرجال بيستخدم الفص الأيمن بكسرة أكثر من الليساء بالصبت والنساء وخاصة النساء العاملات بيستخدم الأيسر يعني شفت يا جوب هذا أيضا دليل أن المرأة الإماراتية أو المرأة بشكل عام عندها تخطيط وقدرة ورغبة على تحقيق أهدافها بطريقة كبيرة يعني تساوي الرجل وممكن من خلال كلام أستاذ عبير أنه ممكن تفوق الرجل ما قالت هالكلام أنا قاعد أمسلها عشان تكلم ما قالت هالكلام يلا بدنا هذا الأنصاف فاضح الأنصاف موزيها وموزيها قلت الفقرة تكون جميلة أكيد طبعا إن شاء السببب الإمكانيات واحدة العقل البشري للأسف كإمكانيات معظم البشر ما يعرفوش قال عن نسبة قليلة جدا 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 ممكن حوالي 20-30% من الإمكانيات العقل كلنا متساويين في الإمكانيات دي في 150 مليار خليه عصبية كل خليه عصبية لها طاقة للتخزين ولها أدوات وحاجات بتستخدم في تحريك الجسم لكن أهم حاجة دلوقت اللي احنا نتكلم فيها عشان الفقرة بتاعتنا إيه الفرق بين تفكير الرجل المرأة أو بين طبيعة عقلهم الاتنين من حيث التفكير والتصرفات عشان إيه يبقى في أما بقى أنا عارفة في فرق بين طبيعة العقل وطبيعة الشخصية أو طبوع الشخصية لازم نميز دي لأن أنا ما بقى عارفة أن دي طبيعة عقل الرجل هو بيفكر كده أنا هقدر حاجة زي كده هو يبقى عارف إن ده طبيعة المرأة فمش هيخلط ما بين الشخصية وما بين إيه طبيعة العقل خلينا نكلم أولا من حيث الحجم حجم عقل الرجل يعتبر أكبر بالنسبة عشرة في المية من حجم عقل المرأة لكن هو لا يقلل من الكفاءة الكفاءة تعتبر بتكون واحدة بالنسبة للذاكرة الزاكرة عند المرأة بتكون أكوى من الرجل من الرجل لسبب مهم جدا لسبب مهم إن المرأة دايما في وها بتحتفظ بأي مواقف أو بأي أحداث أو بتعرض لأي مواقف أو أحداث بتربطها بالعاطفة والمشاعر وعندنا غالبا في حياتنا أي حدث بيحصل لنا سواء كان كويس يسعدنا أو يفرحنا أو يحزننا الحدث ده لو مرتبط بمشاعر لا يمكن يتنسى بسهولة فالمرأة دايما أو غالبا بتستخدم مشاعرها أكتر في التعامل مع معظم الأمور بتغلب المشاعر أكتر عشان كده ذاكرتها أقوى لما بتكون لا تنسى بالضبط فتتذكر مواقف تتذكر الأشياء التي ممكن تساعدها في الخطوات القادمة يعني مثلا صار لها موقف معين هي خذت من الفايدة فرح يساعدها في تخطي الخطوات القادمة صح جميل هذه النقطة المهمة لأتوقع في وجهة نظر يتميز الرجل عن المرأة عسبكم منصف أيضا مريحة أن الرجل دائما يتصف بالعقلانية بالموضوعية وبالواقعية ممكن المرأة يتميل إلى العواطف والمشاعر وتكون عاطفية في بعض الأحيان حتى زيادة عن اللزوم فممكن هذا الجانب يكون نقطة قوة للرجل أستاذة خالينا نقول أن الاختلاف هذا نعمة كبيرة من ربنا للطرفين صحيح ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه اختلاف ما بين الاثنين عشان يكمله بعض يبقى فيه توازن لتخيل لو المرأة نفس عقل الرجل وتفكر بعملية جدا والرجل نفس عقلية المرأة أو يفكر بعض فيه ومشاعره لا يمكن أن القرارة يبقى صحيح أو يحلوا مشكلة معينة لا يمكن أن القرارة يبقى صحيح أو يتواز أو يسكوط بالضبط ربنا سبحانه وتعالى خالق الاختلافات لكي يكملوا بعض نحن بحاجة إلى بعض الثقة مجال الثقة أستاذ عبير المرأة الإماراتية أو المرأة بشكل عام المصرع للمرأة الإماراتية المرأة بشكل عام هناك مرأة قيادية هناك مرأة قادرة على قيادة مجموعة كبيرة أثبت هذا الشيء في مجتمعنا فالثقة تدخل أيضا في هذا المجال في مجال دعم المرأة وإنجازاتها وتفوقها خليني قصني أولا على دور المرأة في الإمارات بصراحة أنا من خلال تعاملي تفاجأت أن منصب قيادية ومنصب هامة جدا بتقوضها المرأة وبكل كفاءة ما تريد لي اليوم أستاذ عبير تذكرين مجال ما دخلت في المرأة يعني اليوم أنا ما تكلم عشان أنا متحيزة للمرأة لا ولهذا واقع وعن شارة أعمار يعني صغيرة في العموم وبتقود بكل كفاءة يعني دعيني أقسني على النقطة دي في الإمارات بصراحة يعني أحييكم فيها السقوة مهمة جدا أكيد السقوة في النفس اللي خلت المرأة توصل للمكانة دي أو للدور ده أكيد من باعها الرجل أو البيئة اللي هي فيها الأساس هذه نقطة يعقوب حقا نطلق نتكلم فيها لا سهد كلما ستتحبي أن الرجل يعطيها السقوة لا ننكر هذه النقطة أستاذ عبير وأنا أكد على هذه النقطة اللي استنس عليها يعقوب أنه فعلا من اللي كان أساسا في دعم المرأة الإماراتية في مجتمعنا يعني هذه الشخصية المغفورة لها بإذن الله الشيخ زايد رحمه الله هو اللي دعم المرأة دعم المرأة ومكنها حتى هنا تكون قيادية في مجتمعها فعذا الكلام منذ قديم الزمان بالضبط السقوة كمان بين الطرفين مهمة جدا الرجل كمان يحب أن الست تظهر له دايما أنها وثقة فيه وأنها محافظة على العلاقة إلى أبعد الحدود الست كمان بحاجة دايما ممن كانت ثقاتها في نفسها عالية بس بتحاجة إلى الدعم من الرجل تبقى سعيدة جدا لما تمتد السقوة منه أو الدعم منه أن يسني على نجاحها في شغلها أن يسني على شخصيتها حتى لبسها على أي حاجة بيديها دعمه وسيقوة زيادة أكثر وراء كله رجل عظيم امرأة امرأة اضل امرأة يا عقوب كملها اضل امرأة هذا الأكثر أتوقع أكثر عبارة حافظة أنها هذه مريم صحيح نتكلم عنه بشكل عام مثل ما ذكرت مريم حتى مثل ما ذكرت الأستاذة أن في دعم كبير للمرأة الإماراتية في كل الجوانب فهذا ممكن خلى المرأة الإماراتية أكثر بروزا في المجتمع الإماراتي لكن نتكلم عن الرجل بشكل عام الرجل منجز ممكن في مجالات كثيرة أيضا مثل المرأة الرجل يخوض كل التجارب وممكن في تجارب أو حتى في مهن ممكن من الصعب المرأة تخوض فيها لكن الرجل يقدر أن يخوض في هذه التجارب عسى بنكون فيصليين في فرق بين عقل الرجل وعقل المرأة وشو الفرق بينهم وأيهما أكثر دقة في اتخاذ القرارات في تحقيق الأهداف بشكل عام وبإنصاف بين قوسين طبعا لازم أولا أحتردك دخلت تلات أسئلة مهمين جدا في سؤال واحد نعم خلينا نقول أن بالنسبة للحل المشاكل واتخاذ القرارات خلينا نقول نظرة كل واحد بينهم مختلفة يعني لما عملوا تجربة على مثلا مشكلة معينة وبعد كده عملوا أشعى على عقل الرجل والمرأة وجدوا أن في مناطق في عقل المرأة بتستخدمها في حل المشكلة دي والرجل بيستخدم مناطق أخرى في عقل المرأة طبيعة الإسان بالضبط كده كل واحد بيستخدم خلايا معينة أو مناطق معينة في حل هذه المشكلة لكن خلينا نقول أن الرجال بالنسبة ليه اتخاذ القرارات وحل المشاكل هما بيكونوا أفضل لأن ليه واحد هما بيشوفوا أخيراً يعجب حصل لك لا حصلت محصل وعد لنا الحين هاقول لك واحد فضل غالباً غالباً أقول لك ليه لأن هما بيشوفوا المشكلة من برا والرجل عنده القدرة الصراحة أنه بسرعة جداً بيشوف الصورة الكلية للمشكلة ويقدر يحدد سبب المشكلة يتعمق في المشكلة ممكن يساعدك بسرعة أنك توصل إلى الحل السلط صعب شوية طبعاً بالتمرن والتدريب خلاص بتتعاون بس مشاعر الست بتخليها تايها شوية جوة لمشكلة أو مشاتتها شوية بتحتاج للوقت على ما تفكر وعلى ما تنتبه للأسباب وعلى ما تاخد قرار بس لما تاخد القرار يبقى قرار صائب وممكن تتحكم العاطف أيضاً في هذا فصل الأيمن والأيصر في اتخاذ القرار فيكون قرار صائب وقرار متوازن نعم هذا جانب لكن ياقوب مع وجود المهارات والتعلم مثل ما ذكرت أستاذ عبير في كلامها أن الممكن المرأة تتعدى هذه النقطة صح أن في عندها تدخل العاطفة ولكن مع تدريبها راح تكون يعني تتخلص من هذه النقطة ويكون عندها قرار صائب في الحكم على المشكلة صحيح لكن اللي أغلب منه الرجل أغلب الرجل في حال المشاكل أغلب وأسرع جميل وهذه النقطة وهذه النقطة ممكن نعطيها لأغلب كمان تعدد المهارات خلينا نقول تجبيه جميل قوي بيعجبني تجبيه في علم النفس هذه أعتقد راح تروح للمرأة هاذي إيه؟ راح تروح للمرأة لأن المرأة دائما متعدد المهارات أنا ما أتعرف بصراحة 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 الراجل أنا أتكلم بشكل علمي طبع الرجل شبهه عقله بمجموعة من الصناديق بحيث إذا أنت عايزة تتكلمي مع الرجل في موضوع معين أو حاجة معينة فهو بيروح للصندوق ده اللي فيه الموضوع يعني أنتك صندوق للمدرسة صندوق للأولاد صندوق للشغل صندوق للزوجة صندوق للأصدقاء كل ملف عنده في صندوق معين لا يمكن يعرف يخلط ما بين الصناديق كل صندوق أو موضوع موجود في رأسك صحيح قافل عليه صحيح يتشتت منك وما يتجيش أي حاجة مفيدة لما تحب تكلمي معنا مثلا عن العمل فهو يدخل صندوق العمل يفتح للصندوق يشوف في إيه نتقول له مثلا أنت عملت إيه في الشغل النهاردة أخبارك إيه النهاردة أو يومك كان عامل إزاي فيقول لك عادي عادي ست تحب التفاصيل شوية التفاصيل صح اللي هو إيه اللي عادي لا حكي لي يعني كان في إيه إيه اللي حصل معك في الشغل أو فيه موضوع معين عندها فكرة عنه فتفضل يعني تجيب له كلام فيه فيدخل جوه في صندوق يحاول يشوف في إيه النهاردة عشان يديك الإجابة اللي إيه اللي أنت عايزها الرجل لما بيركز على مهمة يركز على مهمة واحدة بس يخلصها وبعد كده عنده استعداد أنه يبدأ في مهمة تانية في حكس المرأة المرأة متحددة تانية هذه طبيعة المرأة سبحان الله شبهوا عقلها بالشبكة يعني الرجل عشان تطلعين من موضوع المرأة في التعامل منفعش تدخل الرجل من موضوع لموضوع 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 لازم يغلق الموضوع بتاعه تماما وتسني معليه يعني فاصل ثواني عشان في الصندوق بتاعه يلمه عشان يدخل معاك في الموضوع التاني ممكن أستاذ العبير لما حتى نشوف حوارات النساء ما شاء الله نشوفهم يتكلمون في كده موضوع بنفس الواجد صحيح هذه طبيعة عقلها وعلى فكرة معظم الرجال بتتضايق جدا النقطة دي ما يعرفوش أن دي طبيعة عقل المرأة ربنا سبحانه وتعالى اعتغالها أساسا أن هي فعلا متعددة المهام هي أم هي زوجها وهي بتعمل وعندها مهام كتير فشبهوا عقلها بالشبكة ولما عملوا عليه تجارب علمية وجدوا أن الخلال العصبية بتنتقل بسرعة رايبة من فكرة لفكرة لفكرة لموضوع 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 وعندها الكدرانية تتكلم مع الزوج في حاجة وتتكلم في التليفون وتعمل حاجة في المطبخ وتتكلم مع الأولاد كل هذا في وقت واحد الرجل لا علشان كده بيحصل مشاكل كتير يعني الستة أحيان تقول أنت عندك لا مبالاة أنا عندي كذا وكذا وكذا وأنت مش بتشاركة الرجل صعب طبيعة عقله يركز على حاجة واحدة يعني على سبيل هذا المثال اللي تتكلمي عن سيد عبير أيضا يخذنا إلى مجال آخر الكلمات والمشاعر أو كلمات والتعبير مثلا تختلف عند المرأة والرجل فأل أيضا هذا يدخل في مجال أن الموضوع اللي كانت تكلم عنها قبل شوية بالنسبة للكلمات الرجل قليل كلام بالنسبة للمرأة المرأة تتحدث ثلاث أضعاف الرجل حتى هم صغيرين كأطفال تلاقي البنت دايما تتكلم قبل الولد طبيعتها أصلا هذه المقدمة تتكلم فيها ولنا كهلا وده شيء مرتبط كمان بالتعبير عن المشاعر المرأة عندها القدرة على التعبير على بشعرها بكل سهولة أكثر من الرجل تقدر تلاقي طبعا المشاعر شيء صادر جدا فأنتي ربطة الكلمات بالمشاعر فبتجد عندك الكدرة أنك تعبري بسهولة وعاطفيا المرأة فليدارك بشكل عام نعم بالضبط فعندها القدرة على التعبير دايما عن المشاعر فهي برضو بتنتظر من الرجل نفس الطريقة معناه ممكن يكون بحبها جدا ويقدرها جدا ولكن فيه نوعية من الرجال بتعبر بالأسلوب بالطريقة مش بالكلمات صحيح أو مش بالهدايا نعم تختلف الأساليب يعني بالهدايا قلت يعني المرأة أحيانا ممكن طريقة تعبير كل شخص مثلا المرأة تحب طريقة تعبير بالهدايا وهي الهدايا برضو مهمة على فكرة نعم يعني برضو حتى مهمة بتساعد المرأة صحيح وتوسق المحبة ما بينهم حتى بتساعد الرجل عموما صح صح لازم صح لكن يمكن من ناحية طبيعة المرأة الهدايا من عاطفية أو تفكر بطريقة عاطفية فتهمها يمكن هذه الأشياء الرقيقة يعني تتناسب مع طبيعتها أكثر من الرجل اللي ممكن تهمى الهدايا أكيد ولكن مش بالدرجة الكبيرة بالنسبة للمرأة جميل فأيضا هذه طرق التواصل نعم قبل الفاصل كنت أقول لأ مريم مريم أن ممكن أن أغير فكرة مرأة من خلال كلمتين هل هذه المقولة بالنسبة لي هل هذه الفكرة صحيحة بمعنى أن أنا ممكن أقنع مثلا مريم على سبيل المثال في حاجة هي مش مقتنعة فيها ممكن أن من خلال كلمتين أو يعني أسلوب معين أقنع المرأة فيها تغير فكرتها تماما عن هذا الموضوع التي تقتنع فيه هل هذا ممكن يعني بهذه السهولة اللي في بعض الأشخاص يشوفونا هي ممكن في حالتين الحالة الأولى إن كان مثلا الرجل ده مصدر الثقة بالنسبة للمرأة كزوج أو كزميع أو حد مصدر الثقة في الموضوع اللي هو بيتكلم فيه الحاجة الثانية إذا كانت هي يعني فعلا مش مقتنعة بالحاجة اللي بتعملها ومحتاجة تأخذ رأي حد أو محتاجة تستفيد بخبرة أكتر منها ممكن ما جاوبت على سؤالي بطريقة مباشرة لكن وصلت المعلومات وتع نعم يعني نهاية الحديث هذا أستاذ عبير نقدر نقول الخلاصة الخلاصة أن المرأة لها طبيعتها والرجل لها طبيعتها وكل منها وممكن معه يعني حتى أنه يتناسب مع طبيعته ممكن يأخذ اكتساب مهارات من الحياة تسقل جانب معين عنده يقلل من جانب معين حتى أنه يعني يأخذ سلوب الحياة اللي هو لابد يتبع في حياته ويصل إلى النجاح أو رغباته في تحقيق أهدافه صحيح خليني أعقب حقه بسيطة بس كمان أنه إحنا نكلم عن أغلب الحالات هناك حالات شاسة مش شاسة لكل قاعدة علمية شوازة شوازة وخلينا أقول حاجة مهمة كمعا أن البيئة والظروف وضغوط الحياة تؤثر في طبيعة الشخصية أكيد يعني أحيانا المرأة تتخذ عقلية الرجل ودور الرجل لتقوم بمهام معينة بمهام معينة صحيح يعني هذه نقطة يعني أيضا والرجل أيضا أحيانا مثلا لا قدر لو ممكن يتفقد الزوجة أو وفاة أو أي حد فالرجل بيأخذ النقطة وبتغلب عليه العاطفة فالظروف والبيئة المحيطة تغير في طبيعة الشخصية ولكن في طبيعة الشخص يعني ممكن المرأة تأخذ دور الرجل دكتورة وهذا ممكن ما يشاع في المجتمع أن تقدر تأخذ دور الرجل في المنزل لكن إذا غابت المرأة رجل لا يمكن أن يأخذ دور المرأة بالطريقة التي ممكن المرأة ليس عمرهم يمشهيب أبا بوراعة المرأة بصراحة لكن أنا أتوقع أنا أختلف معاكم ممكن يكون الأقس ممكن على حسب الشخصيات مثل ما ممكن يكون دور الرجل أيضا لا يعوض في المنزل صحيح؟ طبعا لا غنى عن الان لا غنى ولا يمكن أي طرف يقوم بدور الطرف الثاني بنسبة 100% لا أبدا خلينا نعقب الحاجة أخيرة الاهتمام والتأدير هو أساس العلاقة ما بين الرجل والبرأة أكيد والاحترام أساس كل علاقة والاحترام المرأة سر أقول لكم من أسرار المرأة المرأة تعشق الاهتمام الاهتمام عندها أهم من الحب نعم شحان الله هذه طبيعة الإنسان وطبيعة المرأة بالزبط نعم طبعا في الأخير الأستاذ عبير أحمد ناصف ودربة في التنمية الذاتية شكرا على حضور شكرا لكم شكرا على المعلومات التي قدمتها لنا اليوم بخصوص أقل الرجل والمرأة والفروقات بينهم شكرا شكرا أستاذ عبير شكرا لكم سعيد فيكم مشاهدين بعد هذا الموضوع الشيق ننتقل إلى أفاصل قصير ثم نعود بقمانا حياكم والله مشاهدي كرام بعد هذا الفاصل رح فيكم في آخر فقر برنامج الصباح الشرقي ننتقل وإياكم إلى مدينة وادي الحلو بالتحديد لمجلس الوالي حيث أقيم فيه مؤتمر أيام وادي الحلو للشلة الشعبية التفاصيل في سياق هذا التقرير عقد الدائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية صباح الثلاثة مؤتمرا صحفيا أعلنت من خلاله عن برنامج وفعاليات الدورة الرابعة لأيام وادي الحلول الشلة الشعبية تحت رعاية صاحب السمو والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة ناقش المؤتمر انطلاقة الفعاليات التي ستقام يوم الخميس الموافق السابع من فبراير ولمدة يومين الذي يتمثل في أبريت درامي واستعراضي بعنوان الرعود بمشاركة عددا من الفنانين والتي تلامس الخوف والرعب لما تحمل من رمزيات ما بين السطور الحكاية وما بين الحق والباطل وما بين النور والظلام وهي قصة مستوحى من القرآن الكريم من قصة سيدنا يوسف عليه السلام كما سيتم عرض مادة مرئية للديكور وموقع الحدث وأهم التقنيات المستخدمة في الأبريت اليوم تمر الصحفي المخصص لفعالية فعالية هامة جدا لدينا في المنطقة الشرقية أيام وادح له الشلة الشعبية في الدورة الرابعة وبالتالي هناك فيها الكثير من الفقرات وكثير من الفعاليات في هذا العمل لهذه الفعالية أيام وادح الشلة الشعبية الأبريت المميز اللي هو تحت مسمى الرعود فكرة جميلة جدا للأخ حميد فارس الكاتب وأيضا للأخ شمس المزروع وهناك أيضا مخرج مبدع دائما وراء كل هذه الأعمال للأخ مبارق ماشي كما ستضمن الفعاليات العديدة من الفقرات الفلكلورية علاوة على الأمسيات الشعرية التي يحييها نخبة من الشعراء الإماراتيين إضافة إلى معرض فني تحت عنوان حروف من نور وعرض مختبر العلوم الأكاديمية يهدف المهرجان إلى الحفاظ على الموروث الثقافي الشعبي وتوسيع نطاق ذائقية فن الشلة وتعريف الأجيال على الفن الشعري الأصير إذن شاهدنا معكم مشاهدين الكرام في هذا التقرير المؤتمر الصحفي الأيام وادي الحلول الشلة الشعبية تقام هذه الأيام بشكل سنوي وتحظى باهتمام كبير من دائرة الثقافة التي تشرف على تنظيم هذه الأيام الجميلة في منطقة وادي الحلو والجميل نشوف في مشاركة مجتمعية في شراكة اجتماعية من خلال هذه الأيام وفي قبال كبير أيضا من أهالي وادي الحلو حتى مدينة كلبا وحتى المنطقة الشرقية بشكل عام على هذه الأيام الجميل في دائرة الثقافة أنها تخصص لكل منطقة خصوصيتها من ناحية المهرجان يعني شاهدنا في الأسبوع السابق مهرجان ناخر فكان المسرحي من إدارة المسرح حاليا نشوف هذا المهرجان راح يقام في وادي الحلو والجميل يكون في مكان جميل على جبال وادي الحلو وتنعك الصور الجمالية على هذه المنطقة من ناحية الإضاءات من ناحية الأداء في هذه المنطقة حقيقة فتكون بانورامة جميلة على جبال منطقة وادي الحلو بحضور شعراء بحضور هذا العرض الذي سيقدم باسم الرعود مثل ما ذكره فتكون تحتفل مدينة وادي الحلو بهذا اليوم بطريقة جميلة جدا حقيقة صحيح فهذه فرصة لكل من سيحضر هذه الفعالية سيستمتح حقيقة ننتقل معكم مشاهدين من وادي الحلو إلى مدينة كلبا حيث نظمت دائرة الموارد البشرية محاضرة بعنوان الاستمتاع بالوظيفة نتابع التفاصيل بهذا التقرير نظمت دائرة الموارد البشرية فرع كلبا محاضرة بعنوان كيف تحقق أخصى متعة بيومك الوظيفي لمجموعة من موظفي الدوائر الحكومية في المنطقة الشرقية التي ألقاها الأستاذ سيف لمطوع محاضر معتمد في تنمية الذات وتطوير الموارد البشرية جميل أن يكون الإنسان يعني مستمتع بوظيفته كما أنه مستمتع بحياته كنا نحن نروح الوظيفة بشكل يومي لكن السؤال هل أنا أروح وظيفتي بألم أم بمتعة والسؤال من يصنع هذه المتعة فأقول لكل إنسان أنت من يستطيع أن يصنع هذه المتعة من خلال تغيير نظرتك للأماكن للأشخاص للمواقف في هذه الحياة تهدف المحاضرة بشكل عام إلى صناعة المتعة باليوم الوظيفي للشعور بالراحة والرضى الوظيفي وبالتالي الأداء المتميز والإنجاز بشكل ممتاز كما تضمنت المحاضرة على العديد من المحاور التي تساعد في صناعة المتعة الوظيفية منها تفكيرك مصيرك فأحسن إدارته حيث يجب على الإنسان التفكير في إيجابية دائما لأن كل ما تفكر به يكون مصيرك فيجب الإحسان في إدارة التفكير طبعا الدورة مفيدة من عدة نواحي أولا تأتي في صميم الموظف بحيث أنه الموظف يبدأ يومه بتفاؤل يبدأ يومه بترك التفكير السلبي يبدأ يومه بنفتاح على الحياة وعلى العمل بحيث أنه يكون في هذا اليوم يستمتع بكامل اليوم ما يكون فيه مثلا عوائق يفصل موضوع مثلا العائلة والبيت عن العمل بالعكس يركز في العمل عساس هو ياخذ وقت ممتع في العمل يرتاح في العمل أيضا بالإضافة لتكون إنتاجية من المحاور أيضا أن التفاؤل طاقة إيجابية فيجب بدء يومك فيها بالشكر والإمتنان لما تملك كما تم النقاش حول كيفية فهم الأدوار والمهام الوظيفية لتقليل الضغوط تابعنا معكم مشاهدين هذا التقرير وحقيقة عجبتني كلمة في التقرير تقول تفكيرك مصيرك يعني كلما فكرت بطريقة إيجابية بطريقة استقبال يومك أو عملك بطريقة إيجابية راح تسعد نفسك وإبعاد السلبيات من حياتك بعدم التفكير فيها والإمتنان في الصباح لكل ما هو جميل في حياتك هذا تبدأ بإيجابية وتبدأ بسعادة حتى يكتم اليومك وسعادة من خلال هذه الدورات وكيف ممكن ينقلون هذه الفكرة للموظفين أو حتى الباحثين عن العمل طريقة استشعار السعادة في العمل راح تضع الموظف في مراتب الإبتكار والإنجاز في مجال عمله وأيضا استشعار السعادة في مجال عمله هذه الدورات جميلة جدا أكيد دائرة الموارد البشرية دائما لها دورات في مجالات كثيرة تخص الباحثين عن العمل أو حتى الموظفي حكومة الشارقة فمثل هذه الدورات جدا جميلة أن تواعيك مما مدى أهمية السعادة والتفاؤل والأمل في بداية يومك في وظيفتك بشكل عام جميل أنك تبدأ يومك بكل تفاؤل ببتسامة وسعادة صحيح مريم نعم مشاهدينا ننتقل الآن لموضوع آخر مثل ما عودنا زميل نواديع كل أسبوع يأخذ تجربة جديدة علي اليوم تجربته في مجال التراث دعونا نتابع حياكم الله ومشاهدينا ويا مرحبا بكم معنا في فقرة تجارب ومغامرات اليوم نتكلم من خلال فقرتنا عن كيفية صناعة الحابول وعن الحابول بشكل عام بيكون معنا الوالد سرور الزعابي بيخبرنا أكثر عن الحابول حياك الله الوالد معنا مرحبا سهلا أستاذ أبوديع كيف حالك الحمد لله خير الوالد بداية لو تخبرنا ما هو الحابول وكيف التم صنعته الحابول هو طال عمرك يستخدم حق النخل ويصنع من الليف من الليف النخل هذا يوم أيام القيض يخلبون النخل والليف الكرب يستخدمونه حق أمور ثانية والليف يستخدمونه حق الحبال فيسوون الليف هذا إلى ميل يميلونه وعقب يجلدونه وعقب يسوونه لحبال والحبل هذا عقب يرضف رضفين أو ثلاثة يسوونه لحابول الحابول هذا يستخدمونه حق النخل يوم يصير المزارع يخرف أو يصير يخلب أو يصير يشرط أو يصير ييد العدوج مثلا مثلا وقت الإيداد يصير ييد ووقت الخراف يصير يخرف الرطف ووقت الشراط اللي هو شرط الخوص ينظف الخوص هذي الخوصة يابسة خوصة صفرة خوصة من كسرة خوصة من ضائجة مكان يقصن الخوص هذا يولفونه حقب يسوونه يدعون نفس هذا هذا لا هذا يستخدمونه حق يستخدمونه طال عمرك يسوون منه خصف ويسوون منه سمه ويسوون منه طال عمرك ها شذا ها ها يسوون خصف ولا سمه ولا جفير ولا مخرافة ها شذا يسفونها ها شوفها هذا الخوصة ها يسفونه يسف خوصة ولا يصف هذه لكن اللي يريده يسوونها دعن دعن يسوون منه برش تيتشريين عريش خيمة معرش كل من النخل المهم الحابول هذا طريقته هاي شغل يقص يركب المزارع يقص الخوص شرطه ويركب النخلة يخلبها ينظف الكرب منها ويركب طال عمرك يخلب النخلة ويركب ينبتها ويركب يدها كله بهذا الحابول بدون حابول ما يسوي شغل لو بيركب يركب لكنه ما يسوي الشغل شغل الحابول يعني الشغل اللي يسويه مع الحابول في نص ساعة هذا يسويه بيوم بيوم واحد نص ساعة شو بي يوده هناك الحابول يوده لو تراونا كيف الحابول كيف طريقة لبسه الحابول طال عمرك هذا الحابول مسواي من ليف من ليف هذا الحابول يشوفه ويبون طال عمرك ييب المزارع يوم يركب ويحط على ظهره وياب منه اللي الحبل مالي وربطه وربطه يعني ربطه ربطين يعني ربطه حسب ما هو يعني مواثق من شغله خلاص ويقوم عقب يحط على شتفه وركب وركب هو ساير يوم ينزل بعد نفسي تم فوق لا يحطه جدا يود النفس إذا كانت على الظهر في أسفل الظهر إذا هم حطلنا هنا معناته في حالة صعود أو حالة نزول إذا على شتف وفي اليدين معناته يا حالة صعود يا حالة نزول لكن إذا حطه في الظهر يعني خلاص ما عرف عمره وشو بيشتغل ووصل المكان ليهو يباه خلاص حد الحابول ومسك الداس إذا هو ساير يشرط ومسك المشارع إذا كان ساير يخلب خلص ونزل لازم يبطله من فوق ما يبطله يعني الصخم من الريول لازم يشل من المرقبة طلع من رأس لازم يبطله وخلّه هذا يستخدمونه لين نجد عندما يخلص القيض واليداد خلاص عقوه في النخل ولا في المخزن إلينا يجي القيض سنالياية يجي النبات تم عقوه يقول هاتا حوث زمان القيض تحت الحابول حتى مثل عليه خلاص ما حد يباه إلينا يجي موسمة يستخدمونه كم تستغرق صناعته يعني مثلا الأوليين تقولوا أنت تصنعوا نفس هذا الحابول لا لا يأخذ هذا يمكن يوم يوم واحد كل الشكر والتغذير لك الوالد على تواجدك معنا وعلى المعلومات التي استفدناها من الحابول الله يحفظ إذن مشاهدينا وصلنا لختام فقرتنا فقرة الحابول نلتقي في فقرة جديدة إن شاء الله إلى اللقاء طرعا نشكر الزميل الوديع في كل سوء يخذ تجربة من تجارب الحياة بشكل عام في المنطقة الشرقية اليوم عن الحابول يعني أبائنا وأجدادنا كانوا يسعدون للنخل بهذه الوسيلة التراثية التقليدية التي كانت في أيامهم تساعدهم تسلق النخلة بطريقة آمنة بحيث أن الذي سيسعد لهذه النخلة يقطف نحن نقول بالعامية يخرف النخل يخرف الرطب ومنها يساعد أنه لا يطيح نعم وديع حقا يعني يجرب هذا الشيء ويطيع صراحة مشاهدين بعد هذا التقرير نأتي إلى ختام علقاتنا لهذا اليوم تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل وإن شاء الله ألقاكم غدا في حلقة جديدة برنامو الصباح الشرقية التقونا غدا مشاهدين بفقرات متنوع وضيوف متجددين معنا في صباح الشرقية لذلك الوقت نتمنى لكم إن شاء الله يوم سعيد ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة